أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار أعلنت وزارة الأوقافي والشؤون الإسلامية أنه تنفيذاً للأمر المولوي السامي ستقم صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وقالم المملكة غداً الجمهورة على ساعة العشرة صباحاً وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه جرياً على سنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كل من حبس المطر قرر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إقامة صلاة الاستسقاء تخشعاً وتضرعاً إلى الباري جلت قدرته حفظ الله سيدنا الهمام بما حفظ به الذكر الحكيم وجنب البلاد شح المطري وجدب السنين وقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وحفظه في باقي أفراد أسرته الملكية الكريمة وفي خبر نكر أجرى وزير شؤون الكارجية وتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالكارج نصر بوريطة بالرباط مباحثة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات سلام جون بياغ لكوات محورت حول تعزيز تعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة حول القضايا المرتبطة بمستقبل حفظ السلام في ضوء تحول تجه السياسية العالمية عبدالطيف بن طالب في المتابعة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بياغ لكوات محورها تعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة حول القضايا المرتبطة بمستقبل حفظ السلام في ضوء التحولات الجيوسياسية العالمية مساهمة المغرب ودعمه لعمليات حفظ السلام أساسي بالنسبة لنا فالمملكة أحد أقوى الشركاء في مجال حفظ السلام بفضل مساهمتها وتعمها الثابتين للمبادرات الرابية لتعزيز حفظ السلام وتقديم استجابات مناسبة للأزمات الناشئة من جهته جدد السيد بوريطة التأكيد على الدعم الثابت للمملكة لمختلف مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة لا سيما مبادرة العمل من أجل حفظ السلام مؤكدا أنه بالنظر للتحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم فعمليات حفظ السلام تحتاج إلى مقاربة جديدة شاملة وعملياتية تنسجم مع الواقع على الأرض ومقاربة دامجة تشمل جميع الفاعلين نتطلع إلى المستقبل مع المغرب خصوصا أمام التحديات الراهنة التي تواجهها منظمة الأمم المتحدة في عملياتها لحفظ السلام والاستجابة لهذه التحديات مهمتنا جميعا يصنف المغرب ضمن البلدان العشرة الأوائل في العالم الأكثر إسهاما في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إذ ينشر حاليا أكثر من 1700 من القبعات الزرق في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان كما يترأس منذ سنوات مجموعة تنسيق حركة عدم الانحياز بشأن حفظ السلام للأمم المتحدة في نيويورك وطنيا دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة تلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من الرابع إلى العشر من دجمبر المقبل وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه العملية تأتي عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة يوم الاثنين مع النقبات التعليمية الأكثر تمثيلية والمواقع على اتفاق الرابع عشر من يناير الفين وثلاثة وعشر حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقبات التعليمية وخاصة تجميد نظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله ويقوم هذا البرنامج على مجانية الدعم التربوي من أجل تحقيق تكافؤ الفرس بين جميع التلميذ واستثمار النتائج الدراسية وعمليات تقييم المكتسبات من أجل تدقيق الاستهداف وتنويع آليات وأشكال الدعم لتتناسب مع الخصوصيات المحلية ومساهمة وانخراط مهم لمختلف الفعالين والشركاء عودة إلى رباط حيث استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مداونة الأسرة أمس في جلسات منفصلة لتصورات أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والاشتراكية الموحدة وفيدرالية اليسار الديمقراطي حول تعديل مداونة الأسرة التفاصيل في تقرير عبدالطيف بن طلب الهيئة المكلفة بمراجعة مداونة الأسرة استمعت في جلسات منفصلة لتصورات أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والاشتراك الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي حول تعديل مداونة الأسرة تقدمنا بمقترحات 16 بالضبط المقترح تهم مختلف الجوانب الموجودة بهذه المدونة انطلاقا أيضا من أن هناك توجيهات ملكية من أجل إصلاح هذه المدابونة وتجاوز الاختلالات الموجودة بها كانت فرصة بس عرضنا قاعد نقاط لحزب جبهة القوى الديمقراطية كي يعتفيهم رأي من منطلق أن هذا مجال ليس مزايدة لتوافق من إجل إخراج نص لفائدة الأسرة واستقرارها هذه الاجتماعات تأتي في إطار الاستشارات التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة نحن قدمنا مجموعة للتعديلات وهذه التعديلات تتماشى مع رؤية الحزب الذي رفع شعار نضالنا اليساري من أجل الوطن والشعب والديمقراطية ويتماشى مع الشعار الكبير دمقراطة الدولة والمجتمع عندنا مجموعة من المقترحات التي نعتبرها عنوين مقترحات أساسية تتعلق بتغيير جوهري وشامل لمقتضيات مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الحدثة، مغرب المساوات، مغرب الكرامة، الفعلية صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أكد على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي وفي سياق متصل أعلنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات وتنظيمات السياسية والنقابية ومختلف الفعاليات عنواناً إلكترونياً رسمياً قصد تلقي المذاكرات أو مذاكرات ضافية والمساهمات المتضمنة لمقترحتها وتسوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية بهذا الخصوص وأفدت الهيئة في بلقاً أن وضع العنوان الإلكتروني يأتي تفعيلاً للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة وإضافة إلى جلسات الاستماع التي شرعت في تنظيمها منذ أسابيع والتي استمعت خلالها إلى الجمعيات وأتلافات الجمعيات والمؤسسات الدستورية المهتمة والمعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفولة والمشهود لها بيترفغي عن القضايا المرتبطة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة ننتقل إلى مراكش حيث انعقد الاجتماع السنوي الثالث لجمعية أنواب العموم العرب بمشاركة أنواب العموم وقضاطي نيابة العامة بيدول الأعضاء في الجمعية المزيد مع شيمة بك برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس نيابة العام السيد الحسن الداكي انعقد الاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب بمدينة مراكش تحت عنوان من أجل حوار قضائي عربي مستدام الجمعية كان لها دور إيجابي وأنجزت الكثير من النجاحات في تذليل العقبات والتغلب على التحديات النشئة عن اختلاف النظم القانونية فيما بين الدول وأصبح هناك لغة حوار مشتركة اجتماع ناقش خلاله المشاركون مجموعة من المواضيع المرتبطة بتعزيز التحاون وتبادل التجارب مع الخروج بتوصيات من شأنها تقوية الجهود المشتركة في مجال مكفحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين وتميز هذا الاجتماع بانتخاب الجمعية العمومية لجمعية نواب العموم العرب المملكة العربية السعودية رئيسا للجمعية للدورة المقبلة والمملكة المغربية أمينا عاما وعلى هم الشيء هذا الاجتماع وقعت رئاسة نيابة العامة بالمغرب ونيابة العامة بالجمهورية اليمنية أمس بمراكش مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي والقانوني عبدالطيف بن طالب وباقي التفاصيل رئاسة النيابة العامة بالمغرب والنيابة العامة بالجمهورية اليمنية توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي والقانوني اتفاقية على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وفقا للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها توقيع على هذه المذكرة التي سوف تجعلنا في صف واحد لتحيض الرؤى وآلية الاشتغال في إطار مكافحات الجريمة العابرة للحدود ومختلف المجالات الأخرى المذكرة تنص على التعاون في مجالات تعزيز قدرات الطرفين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك تعزيز التعاون بين الشقة الأمورية اليمنية والمملكة المغربية لذلك وذلك يتعزيز تبادل الخبرات والتاهين التدريبي ما بين النيابتين في تعزيز التبادل الخبرات كما تنص المذكرة على عقد اجتماعات ومشاورات وتنظيم زيارات رسمية ودورات تدريبية وغيرها من المجالات المتصلة بتطوير العمل القضائي في البلدين وفي موضوع آخر انطلقت بمدينة تنجا لسيارات توتوموتيف سيتي الدورة السابعة لمعرض المناولة لقطع السيارات تحت رعاية ياسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عودة مع عبدالطيف بن طالب صناعية جديدة تتأسس على مفهوم السيادة باستجابتها لاحتياجات وتطلعات البلاد وفق ما اكده وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمدينة تنجا للسيارات توتوموتيف سيتي خلال كلمة في الدورة السابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات حيث اشار السيد مزور الى ان صناعة السيارات المغربية اليوم تتسم بالكفاءة والمتطلبات العالية وان المغرب هو البلد الاكثر قدرة على المنافسة في العالم في بعض اجزاء صناعة السيارات الدورة السابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات تهدف الى توفير فضاء يساعد على اكتشاف فرص جديدة واستعراض استراتيجيات الشراكات ومناقشة القضايا والتوجهات الحالية في مجال صناعة السيارات حدث اقتصادي يولي اهتماما خاصا للمقاولين في مجال المناولة المتخصصين في الانشطة الاساسية مثل الخدمات اللوجستية والاليات وتصميم وانتاج الالات الخاصة والتكوين ومجالات اخرى عودة الى رباط حيث صلت المشاركون في مائدة مستديرة نظمة بالمدينة الضوء على الاعلام ودوره في تملك الجماعي لرهانات التنمية الترابية والتعبئة التضامنية الوطنية وذلك بحضور فعالين محليين وإعلاميين واساتذة جامعيين وخبراء في مجالات مختلفة المزيد مع سكينة مسوية نظم مجلس مقاطعة اكدال الرياض مائدة مستديرة ترم تسليط الضوء على اهمية الدور الطلائعي الذي تقوم به وسائل الاعلام الوطنية كمساهم اساسي في جهود التنمية هذه الدورة هي إلى باقي الندوات الأخرى هي ذات شقين الشق الأول يتعلقوا بالتملك الجماعي من حياة التنمية وهو موضوع اساسي ونحن اليوم اغتنمنا الفرصة بمناسبة اليوم الوطني للصحفة أن ننظم هذه الدورة وسبق السنة الماضية أن نطلناها وهذه النسخة الثانية أولا هذه النسخة هذه التسملك الجماعي والدور الطلائعي الذي يقوم به الإعلام المتدخلون عرضوا وناقشوا الوظائف التنموية والاجتماعية المحلية والوطنية للمنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي الإخبارية من خلال محورين رئيسيين هما دور الإعلام الوطني والمحلي في تعزيز التنمية الترابية وكذا دوره في دعم التعبئة التضامنية الوطنية أثناء الأزمات والكوارث هذا الدور الذي تلعبه المؤسسات المنتخبة والمؤسسات التمثيلية سواء محليا أو وطنيا فيما يتعلق بالتنمية وكذلك الأدوار الطلائعية التي يقوم بها الإعلام من أجل الإبراز ومن أجل التوضيح وتقريب المعلومة لا لأصحاب القرار وكذلك للساكينة المائدة المستديرة تميزت بتقديم مداخلات لصحفيين وإعلاميين يمثلون منابر إعلامية مختلفة استعرض من خلالها كل واحد منهم تجربته المهنية في ارتباط مع مجالي التملك الجماعي لرهانات التنمية الترابية والتعبئة التضامنية الوطنية وفي الخبار الثقافي انطلقت بمركز الفن الحديث بتطوان دورة الثالثة لملتقى تطوان تصميم دولي المنظمة من طرف المعهد الوطني للفنون الجميلة والتي تروم تشسير الهوة بين الفنون التراثية والمعاصرة التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي تحتضن مدينة الحمامة البيضاء تطوان الدورة الثالثة لملتقى تطوان تصميم الدولي بمركز الفن الحديث وذلك بمشاركة مصممين عالميين ومغاربة وطلبة المعاهد المختصة في فن التصميم وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد في كلمة قدمت نيابة عنه أن الملتقى يسعى إلى تطوير الصناعات الإبداعية ببلادنا وتثمين إسهام الفنانين المعاصرين نعود اليوم لتنظيم هذا الحدث من جديد ولكن هذه السنة رغم أننا لازلنا نتطلع إلى أن يكون حدث عالمي بامتياز اكتفينا ببعض دول صديقة والشقيقة وبعض المؤسسات للتعليم العالي وحضور بعض المصممين العالميين المشهورين ومصممين مغاربة كذلك لهم سيط عالي في مجال تصميم خلال الحفل الافتتاحي جرى توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للفنون الجميلة بتتوان ومدرسة الهندسة والتصميم التابعة للجامعة الأورو متوسطية بفاس كما تم افتتاح معرض جماعي تحت عنوان إبداعات مصممين يقدم إبداعات مصممين مغاربة وعالميين التظاهرة تشكل منصة للتبادل والتكوين والتدريب ونقل الخبرات والمهارات في مجال التصميم إضافة إلى كونها فرصة لتعميم ونشر ممارسة التصميم بكل أشكال إبداعه عبر مختلف أنحاء المغرب وختام النشر بالخبر الرياضي حفظ المنتخب الوطني لكرة القدم على مركزها 13 في التصنيف الشهري الذي أصدرته الفيفا اليوم وكرس سود الأطلس بحصولهم على 1658.49 نقطة صدرتهم الدولية للمنتخبات على الصعيد العربي والإفريقي وحل سنغال ثانياً على الصعيد الإفريقي محتلاً الرتبة العشرين عالمياً متبوعاً بتونس في الرتبة الثانية والثلاثين وعالمياً وصل بطل العالم المنتخب الأرجنتيني بسط صدرته لترتيب برصيد 1861.29 نقطة متبوعاً بمنتخب فرنسا بينما سجل المنتخب الإنجليزي اختراقاً بحلوله ثالثاً متقدماً بمركزاً على المنتخب البلجيكي وتراجع المنتخب البرازيلي مركزين منحضراً من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الخامسة بعد الخبر نكون قد وصلنا مشاهدين لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في موجزاً لأهم الأنباء دمتم فيامن الله